أرجوكو يا حبائي نفهم الحقيقة دي. يمكن إحنا كمسيحيين واخدينها كده يعني فور جرانتت زي ما بيقولوا كده. لكن لما ندرك ده لغيرنا نقدر نفهم قيمة الحقيقة دي. مجد ابنك عشان ابنك يمجدك. اشهد عن ابنك عشان الناس تعرفوا وتشوفوا. ولما هتشوفوا ولما هتعرفوا هتعرفك. قسا ما تقدرش تعرفك من غير ما تعرفه. بصوا الكلمات دي بيقول أنا أظهرت اسمك للناس. أنا عرفتهم انت مين. وفي آخر الصلاة دي ربنا يقول عرفتهم اسمك أنا عرفتهم انت مين. وسأعرفهم وحفظ لعرفهم انت مين. عشان يكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيه. محدش يقدر يعرفني مين ربنا إلا يسوع المسيح. محدش يوريني يعني إيه ربنا أب. مش سيد قاسي إلا الإبن اللي شاهد عن الآب وقال لنا ده بابا. ولما تصلي قلوله بابا قلوله بابا. محدش هيفهم يعني إيه ربنا طبيب يعالج الخاطي. مش ديان بيدين الخاطي إلا الإبن. لما جاء لي إن الله لم يرسلني لأدين العالم. إن القابل لم يرسلني بل لأخلص العالم. محدش هيفهم يعني الله مخلصنا. اللي تقلت كتير في العهد القديم. إيه اللي لو شفناها في المسيح. يسوع الذي يدعى اسمه. يسوع لأنه يخلص. يخلص. مش يدين. الصورة المشوهة عن الله ملأت عقول وضمائر الناس عبر كل العصور. استطاع دول خير أن يشوه الله. فأجعله مخيفا غير مرغوف فيه غير محبوبا أخافه ولا أحبه. لكن يسوع المسيح الإبن الوحيد. هو الوراني ربنا بحق حقيقة. حاجة تانية خالص. قراني إلها محبا رقيقا شفوقا رحيما قريبا عمانويل. الله معنا وليس ضدنا. الله قريب للذين يدعونه. الله المتواضع مش المتكبر اللي الناس بتتكلم عنه. الله اللي بيدور علي مش اللي أنا بيدور عليه. مكت ابنك. لأن دي الطريقة الوحيدة. إن الناس تعرفك. لأنهم لا يمكن أن يعرفوك إلا عن طريقي. بيقول له مسيح هذه الكلمات. ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن. ومن أراد الإبن أن يعلن له. إذا الإبن ما أعلن لكش هو مين ربنا. هتفضل دائما تعبد إلها غير حقيقي وإله غير موجود. إله غير موجود. يا ما ناس بتصلي ربنا. في صورة هو مش موجود. لشكذا ما بيسمحهمش. ما بيلقوهوش. لأنه بيعبدوا إلها غير موجود. الإله الحقيقي هو الإله اللي أعلنوا يسوع المسيح. وده اللي قالوا في هذه الصلاة. وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي. الحياة الأبدية اللي يعرفوك أنت على حقيقتك. ويسوع المسيح اللي هو أعلن لنا من هو هذا الإله الحقيقي.